أهلاً بكم بفيديو جديد من الموسوع العربي الشاملة اليوم سوف نتحدث عن أفضل طرق تسريع الولادة في بداية التاسعة بدون ألام هناك الكثير من النساء التي تريدنا أن تتم ولادتهم وخصوصاً إذا كانت هذه المرة الأولى التي يستقبلنا فيها الأطفال لذلك يلجأون إلى الطرق المتعارف عليها والتي عادة ما تكون شعبية وليست أمور طبية معترفاً بها لذلك نفضل أن تترك وقت الولادة يأتي عندما يريد الله طالما صحتك وطفلك بأمان تام لكن برغم ذلك نقدم لكم أفضل طرق تسريع الولادة في بداية التاسع إن معدل الحمل الطبيعي هو 39 أسبوعاً لا بد أن ينته على دخولك غرفة العمليات للولادة لكن إذا أكملت أسبوعك الأربعين ولم تحدث الولادة وحتى إن أكملت عليهم أسبوعين إضافيين هذا أمر طبيعي ولا بأس في ذلك لكن إذا كنت لا تشعرين بالراحة عليك أن تقوم بهذه الأمور البسيطة التي ستساعد على تسريع ولادتك ممارسة التمارين الرياضية ينبغي أن تعتمد المرأة التي تريد تسريع ولادتها على التمارين التي تعمل على رفع معدلات نبضات القلب بجانب التمارين التي تعمل على تغير وضع الطفل وتجعله في وضع الولادة ومن أهم التمارين الرياضية للحامل هو تمرين الإسكواد وهو أن تقوم بالوقوف ومن ثم أن نزول إلى أسفل حتى يتم ثني ركبتيك ثم اصعد مرة أخرى للأعلى هذا التمارين يساعد على تراخي عضلات الأقدام والحوض ومن التمارين التي لا تحتاج إلى الكثير من القطوات لكن لها أثرا كبيرا حيث يعتبر أفضل طرق تسريع الولادة في بداية التاسع وهو أن تقف النساء وتعمل على التوازن بين أعضاء جسمها بحيث يصبح نصفها العلوي متوازن مع نصفها السفلي كأنها عارضة أزياء أو واقفة كالجنود المسلحة في بريطانيا ولكن يجب أن تقوم المرأة بإبعاد كلا رجليها عن بعضهم البعض قليلا لتساعد الجنين على التحرك ومن ثم الوصول إلى وضع الولادة وبالتالي تسريعها أما التمرين التالي فهو الجلوس على الجرية المطاطية الضخمة أو ما تسمى بكرة الولادة والتي تحتاج للجلوس عليها فتح الأرجل بمحاذاة معينة وشد القسم الأعلى من الجسم ليكون هناك توازن وعلى هذا فإن هذا التمرين يساعد على تدفق الدم إلى الرحم وفتح الحوض وتوسيعه مع تمدد عنق الرحم وإذا كنت لا تفضلين أي من هذه التمرين اكتفي بممارسة المشي يوميا لأنه أحد التمرين التي تسرع نبضات القلب إذا أعجبكم الفيديو لا تنسونكم تسوون لايك وسبسكرايب وشير للفيديو وأيضا تقدروا تتبعونا على السوشيال ميديا إنستجرام فيسبوك وتويتر